وينضم إلينا من أزرقاء حمز النهار مراسل المملكة أهلا بك حمزة حمزة ما هي آخر التفاصيل والمستجدات لديك؟ نعم قادسية بالفعل في خضب الحديث عن ارتفاع نسب الإشغال في المستشفيات وخاصة في إقليم الوسط وعلى أثر تصريحات يوم أمس مدير صحة الزرقاء الدكتور خليل الرواحن بارتفاع نسب الإشغال في الأسرة في مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير فيصل ومطالبات بتوفير كوادر طبية لمساندة الكوادر الطبية العاملة حاليا نتواجد في مستشفى الزرقاء الحكومي لتسليط الضوء عن نسب إشغال المستشفيات وآلية التعامل مع المصابين وآلية إدخالهم وتوفير الأسرة اللازمة للمصابين وخاصة كما تحدثنا في ظل شح الأسرة وارتفاع عداد الإصابات والحديث عن هذا بتفاصيل انضم إلينا الدكتور مبروك سريحين مدير مستشفى الزرقاء الحكومي أهلا وسهلا بك الدكتور لو تحدثنا بداية عن ألية التعامل في مستشفى الزرقاء الحكومي مع توفير أسرة للمصابين بفيروس كورونا أعطيكم العافية يعني حقيقة مستشفى الزرقاء الحكومي كباقي مستشفيات وزارة الصحة تعاني من ازدياد في أعداد المراجعين من مرضى كورونا وأعداد الذين بحاجة إلى دخول ومنهم من يحتاج إلى آي سيو مما يعني أحيانا يفيض عن قدرتنا على استعاب هذا هالأعداد الموجودة ونسبة الإشغال في الأيام الأخيرة تتجاوز المئة في المئة لكن هناك مكتب لإدارة الأسرة في وزارة الصحة يقوم بدور فعال فهو يملك خريطة الأسرة في الأماكن الفاضية المستشفيات المدنية أو غيرها من المستشفيات فحين يكون هناك مرضى بحاجة إلى دخول ولا يوجد في مستشفى أو في مستشفى آخر تابع لوزارة الصحة يقوم بالتواصل مع هذا المركز وهو بدوره يقوم بتحديد الأماكن الفارغة وأين يمكن توجيه المريض وهناك سيارات خاصة تأتي مجهزة لهذا الغرض من نشام الدفاع المدني لأخذ هذه الحالات إلى الواجهة ولم يحصل أن كانت هناك حالة لم تجدها سرير في هذه الفترة ولكن أحياناً كانت تأخذ بعض الوقت ساعات على سبيل المثال دكتور يوم أمس كانت نسبة الإشغال وفق مدير الصحة مئة بالمئة هل تغير الحال اليوم ارتفعت نسبة الدخول أخروج المواطنين؟ يعني حقيقةً كل يوم هناك بحمد الله تعالى يوجد تشافي لكن هناك يكون نفس العدد من المرضى في الانتظار ونقوم في إدخالهم في الفترة الصباحية التواصل مع مركز إدارة الأسرة عادة يكون في الفترة المسائية أما في الفترة الصباحية يكون إدخال على عدد المرضى المتشافين من مرضى كورونا يتم إحلال مرضى جدد أماكنهم في الحال والتو دكتور نتحدث عن المقترح الذي تقدم به مدير الصحة عن توفير المدارس والمساحات في المحافظة لتزويد المواطنين بالعلاج اللازم ماذا عن هذا المقترح؟ هل توفر منية احتية جاهزة في الزرقاء وبحاجة إلى كوادر صحية أيضا؟ يعني كما تعلم أن هذه الجائحة هي موجودة الآن في كافة البلدان القريبة والبعيدة وأنها موجة من موجات هذا المرض ونحن لا نعرف إن كانت تطول أو تقصر لكني لا أراه الآن إنه يقضي حل مشكلة طارئاً لهذا الأمر يعني قد تكون فكرة جيدة إذا فكر فيها كخطة بعيدة الأمد لشهرين ثلاثة لأنها تحتاج الكثير من التجهيزات وتحتاج الكثير من الكوادر ولكنها فكرة جيدة زاد نحن لا نعلم كم حاجتنا إلى هذه المدارس ومتى عودة الطلاب إلى المدارس يعني هي قد تكون فكرة بديلة لكن استئجار أو بطريقة أخرى الاستعانة بالمستشفيات الخاصة هي فكرة جاهزة فكرة موجودة فهي لا تحتاج إلى وقت للتجهيز ولا إلى كادر هي جاهزة للإحلال والاستعانة بالقطاع الخاص لأنه لجب أن يكون له دور فاعل في مواجهة جائحة كورونا دكتور أخيرا لو تحدثنا عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون أسرة لتوفير أسرة لهم ولتلقي العلاج في مستشفى الزرقاء يعني ليس كثيرين على أصابع اليد الواحدة ليس أكثر في الفترة الصباحية لكن على مدى اليوم قد يكون يحتاج إلى عشرة أو أكثر قليلا لكن يتم في النهاية إيجاز سري لكل منهم من يدخل في الفترة الصباحية أو من يتم إرساله إلى المستشفيات والأماكن الفارغة عن طريق مركز الإدارة الأسرة مشكورين في الوزارة دكتور مبروك السرحين مدير مستشفى الزرقاء الحكومي شكرا جزيلا لك نعم قادسية أيضا نحن منذ الصباح تواصلنا مع مجلس محافظة الزرقاء ومدراء التربية لبحث موضوع توفير المدارس لتلقيه لتزويد المصابين بالعلاج اللازم كان هناك مقترحات بتوفير الأماكن المتوافرة داخل المحافظة ومنها مستشفى الزرقاء القديم الذي يتود به مساحة كبيرة وواسعة أيضا لم يتم استغلالها لغاية هذه اللحظة ولكن هنا نحتاج إلى عدد من الكوادر الطبية وهو ما تعاني منه العديد من المستشفيات بسبب نقص الكوادر الصحية المتوفرة حاليا نعم شكرا لك مراسل المملكة من محافظة الزرقاء حمزة النهار شكرا لك